الزطي لغربي الهند كامل الحلقة السلام عليكم صباح الخير ما شاء الله والشباتي مبارك الرحمن الجو بارد الجو بارد لكن الأمر طيبة إن شاء الله الشباتي موسيقى السلام عليكم موسيقى الله الله ما شاء الله باتم موسيقى موسيقى يجب ان هذا الآن مطلق نعم ثم سوف يقوم بحياء مطلق بحياء؟ بحياء ملك حسنا ملك آه سمن سمن ملك من ملك و بطر ونهاء المشتقات الحليب والزبدة والملك بطر ملك أويل؟ لا، ملك، بطر، ثم غير جميل وهذا ما؟ جاقريس هذا من قصب السكر يسونا سبحان الله يعني كأنك تحط جبنة وزبدة مر؟ إن شاء الله، إن شاء الله، هيتبعنا نحط زيادة نحن أنا بنجرب تمام؟ حيث هترحوا تليرا، أريد أن أردتها أولا كما هذا؟ نحن نطيب بطير ثم، ماذا أفعل؟ كما هذا؟ بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم ما شاء الله ما شاء الله تبارك الرحمن يا رب هذا جميل ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله يا جمعة لذيذ الحين فهمت ليش سويت ليش حاطين قصب السكر جميل تبارك الرحمن لذيذ تبارك الرحمن اوه قربوا لكم الطعم مثل محلة زايد على شباب عندنا في البلاد في المارات وجبة صباحية على الأفطار لخباب شباب شباب نريد 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 جزاة الله خيط شباب شباب أحصان ملاحلة حول الحضارات حضارات العالم القديم مبنية على العرق الهندية الفارسية اليونانية اليابانية الصينية ثم جاء الإسلام فصهر عدد منها في بوتقة الحضارة الإسلامية ولكن هذا لا يمنع طبعا بقى حضارة في ظل أي دين الحديث حول مفاهيم الزواج والطلاق والانطلاق منها إلى الحديث حول قطعة القماش التي تستخدم كمهر للنساء عند قبائل الفكراني الجت بشكل عام القطعة التي تستخدمها المرأة أو التلي الخاص فيهم له قيمة عظيمة لأنه هو الأساس في المهر ولذلك أصبح فيه إبداعات عجيبة وجميلة عند نساء أهل فكراني لكن هذا ما اشتهرت به نساء أهل فكراني من قبائل الجت وتجدهم كلهم يبسونه وعلى فكرة ترى هم يعني هذا مو بلابسيننا عشانا هم لبسهم شيء وفي المدينة نجد طبعا النساء لابسين اللبس العادي المعروف عند أهل الهند سواء كان الساري أو غيرها أو مثلا المسلمين أو البنجاب وغيرها لكلها اللباسة لكن هؤلاء اللي تشوفونهم ترى جوازاتهم هندية هم من الهند وهذه إحدى القبائل التي تعيش هنا لكن لديها هويتها الخاصة ولهجتها الخاصة وطريقة يعني تفكيرهم ومعتقداتهم وأسلوبهم في التواصل كل شيء خاص فيهم الآن طبعا اللغة بتحط قطعة البولي في الأنف شوفو طبعا هم داخل الأنف في فتحة تمام إت موفابل حتى نية الحجية شوفو كيف يمسوية حاطة من داخل ورزت ميت أوف قولد من الذهب دازن تهرت هر إت موف إت نت هرتنج قاناتي 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 طلعتها قاناتي قاناتي هيا القطعة اللي تشوفونا هذا كامل ممكن يتحرك داخل الأنف من هنا لهني يطلع من هذه الجهة لهذه الجهة طبعا هم عشان يقدرون يتأكدون إن الفتحة طبعا تبقى مفتوحة وما تتسكر مع الوقت فيظل معاهم منهم صغار ويكبرا هذه الجهة سوف تفعل هذا لهم سوف تفعلها سوف تفعلها سوف تفعلها كيف تفعلها؟ لديها؟ لديها لديها مفتوحة أوه، ويت ويت بسم الله بسم الله شفالة صغيرة بديها 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 أوه، دخلتها والله أوه، قوية ما شاء الله سألنا وعرفنا الآن من البنت الصغيرة عندها الفتحة لكن ما حطين الحلق هذا اللي من الذهب هنا ليس لأن هي مثلا بعدها طفلة أو مثلا غير متزوجة أو كذا لا، الفكرة ببساطة لأنه ذهب غالي عندما تكبرين سيأتي لنا المهر وممكن تشترينا وتحطينا أنه قطعة جمالية سبحان الله تعرفنا وتقرب موسيقى من يزور قبائل الجادت وباختلاف مناطق تواجدهم بيلاحظ اهتمامهم في تلوين وتزيين جدران منازلهم الحديثة موسيقى 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 أنا أمود، 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 وأمود، أمود، أمود، ونحن نتعرف جوكيلي أيوه لكنهم لا زالوا محافظين على طريقة بناءهم لمنازلهم التقليدية وكالعادة، وكحال القبائل والشعوب حول العالم يحرصون دائماً على البناء من المواد الطبيعية المنازل في القرية التي نحن فيها الآن تشوفونها من الأسمنت وغيرها واضح، هناك بعضها بنية من خلال الحكومة وفي بعضها بنية من خلالهم والبيوت اللي هم بانينها أجمل بصراحة لأنه حطوا فيها لمساتهم الخاصة حسناً كما أن الناس الآخرين يتبعون في المنازل المنازل ولكن الآن يستخدمون المنازل المنازل للمساتهم حسناً الواحد عندما يرى هذا النبات الآن يتطمن يعني يقول ما شاء الله نبات نظيف وجميل وما في أي مشاكل ما في أي تحديات لكن طبعاً هم نفسهم يعرفون تماماً بأنه هي مسألة وقت وسيتحول هذا العشب إلى عشب ولكنه جاف وإذا جف العشب هذا النبات بشكل عام يتعرض إلى درجة حرارة عالية جداً وبذلك يحترق وطبعاً تشتعل النار فيه وهم يعلمون ذلك تماماً لذلك يحضرون أنفسهم دائماً في تجميع هذا النبات وهذا العشب أنه يكون عندنا منها عدات كبيرة لأنه كل سنة يكون فيه ترميم هنا نقطة عجيبة جداً لنا أراها بكل أمانة أنه نحن ممتعودين أنه إذا واحد بنى منزل أنه يعيد بناء المنزل من أول وديد أو أنه يغير السقف على سبيل المثال لكن ممتعودين على الترميم فأصبح أنه شي عادي ترى نفس الشيء ليس بالضرور أنه يغيرونه كامل هم يرممونه ويعدلونه وأحياناً ممكن يغيرونه لكن كلها له تكلفته التكلفة هناك مختلفة وكل واحد وله ظروفه الخاصة الشيء اللي يلامس قلبي الآن هو عندما أصل إلى هنا وأرى البيوت هذه اللي من السمنت وأيضاً أجد جانبها البيوت اللي أيضاً مبناية من العشب فتذكرني بمنازلنا في منطقة الخليجة وفي المنطقة العربية وأيضاً عندنا بيوت الشعر سواء في المزارع أو خارج المنزل وكما لو أن الإنسان اللي عندنا في شبل الجزيرة العربية هو ذاته اللي موجود هنا في هذه المنطقة من الهند والسند وبلاد فارس والعالم أجمع ولذلك بعضكم من بعض وهذا هو النموذج من الداخل الآن ننتكلم في أول الأمور السابق ما كان عندهم السمنت ما كان موجود كانوا يضعون على طول على الأرضية اللي موجودين فيها ولكن يقومون بتنظيفها ووضع بعض الصخور أو الحجارة ويضعون فوقهم من نوع من الحصير على سبيل المثال طبعاً صار عندهم أخشاب إذن هذا من الخشب وهنا عندهم الخشب الليوتات الكبيرة هذه اللي طبعاً يسوون فيها مثل الشكل المثلث فيضعون التشينكو هذا الآن في السابق كان عبارة عن القش المضاعف ويحطون عليه مثل الطين ولكن أصبح الآن من الأعلى فيه القش وتحته طبعاً فيه التشينكو ليش؟ بسبب الأمطار الآن السؤال الأهم ليش المنازل بالنسبة لهم هكذا رغم أنك بإمكانهم أنهم يبنون أي شيء لوجود كثير من الموارد قلنا أولاً أنهم رحالة يهاجرون من مكان إلى آخر وذلك طبعاً يتبعون فيها وين موجود الحلال والمرعى الطيب فيأخذون إلى ذاك المكان ويستقرون الأمر الآخر اللي يشتركون فيه بقناعة تامة هو أن هذا المنزل بالنسبة لهم هو أصبح أنك تبني منزل بهذه الطريقة سيزرع فيك البساطة والتواضع الرسخة بشكل أكبر فتخيل أنك أنت تنام على هذا السرير ولديك في الخارج تقريباً مئة رأس من الجمال أو لديك تقريباً مئتين وثلاثمائة يعني قطيع من المواشي ولكن في النهاية أنت تدخل إلى هنا حالك حال الآخرين لكن هي مش فكرة أنك أنت حالك من حال الآخرين هم لا ينظرون لها بهذه الطريقة هم يؤمنون بأن هذا البيت المتواضع كفيل أن يرسخ قيمة التواضع عندك فعندما تنهض الصباح ما عندك أشياء كثيرة تخرج على طول بدل ثيابك وانت طالع هني أنت تنشف ثيابك على سبيل المثال ممكن أن تضع الثياب قريبة منك كل شي عندك عندهم المكوى عندهم لمبة بودر أشياء بسيطة ولكن بكل أمانة ما في مكان ذهبنا عندهم إلا عندهم جدول أو صورة للحرم الشريف والقدس الشريف يقولون أنتم محظوظين أقولهم ليش؟ يقولون أنتم عايشين بالقرب من مكة فإذا هذه غرفة النوم صحيح وهنا المطبخ يعني هم يبنون أكثر من منزل خاص بهم بهذه الطريقة وهذا هو المطبخ جميل تعالنا نلقي نظرة السلام عليكم واضح مثل ما أنتم شايفين أن لديهم مكان اللي يشوهم فيه ويطبخون فيه أيضا هناك مثلا كرسي فيه طاولة عندهم راديو وبعض الأشياء طبعا المستلزمات الخاصة في أكلهم وطبخهم نحن يفترضين ذاهبنا لن أذهب؟ طبعا المزاق طبعا المزاق نعم طبعا المزاق ستضغط هنا نعم حسنا أتداء بسم الله هذه طريقة تشرب الشاي لعدهم حسنا حمد لله أعم بورو سوتو بوث أتشا أعم بسم الله كثيرين يقولون لي أنت الحنبة تشرب يا علي إذا أنت مم تأكد من هذا أنا أقول لهم والله العظيم أن نسأل الله سبحانه وتعالى العافية والأجر بما نفعله هو أن وصولنا للآخر محبة وتقديرا وأن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا البركة فيما نقوم به وباسم الله الذي لا يضر باسمه شيء باختصار هذا هو تي with which milk كامل ملك وأنا أقول ليش والله حسيت أحشق الشاي مع الحليب ناقم جزاك الله خير والطير صادحة على أفنانها تبكي الربا بأنينها المتجددي قد طال تسهيدي وطال نشيدها ومدامعي كالطل في الغصن الندي فإلى متى صمتي كأني زهرة خرساء لم ترزق براعة منشدي قصيدة حديث الروح الشهيرة اسمع اسمع هذه اللي غنتها كوكب الشرق أم كل ثوم هي قصيدة في الأساس ترجمت إلى العربية ولكنها في الأصل كانت فارسية والذي كتبها هو شاعر الهند العظيم محمد إقبال هندي كتب بالفارسية كلمات إنسانية ليشدوا بها العرب حتى اليوم ما أجمل هذا الحيوان الصبور تسير قوافله بجميع الأشكال والألوان بيض وحمر وغراب بسود دون أن تتفرق أن تنأى ببعضها عن بعض وحده الإنسان يصنع لنفسه حدودا وهمية في هذا الدرب رأيت فرسا في الهند ولي درب آخر لن يكون أقل غرابة بعثرت فيه حروف الفاكراني فتشكلت كلمة جديدة الكاثيرز أفارقة في آسيا موسيقى في داخلي صوت ينادي للدولة لسنا عادي لمن هناك ومن هنا في داخلي صوت ينادي للدولة لسنا عادي لمن هناك ومن هنا قد تختلف ألواننا أدياننا اوطاننا في البيت القديم سنعود للحضن القديم تحط فيه رحالنا أنت أخي أو شيء تقول أنت أنا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر